أكيد كلنا بنفرح لما نشوف سيدي أردنية أو حتى سيدات أردنيات عم بقدروا ينجزوا ويكون لهم أثر في المجتمع فمن خلال مؤسسة نهر الأردن وهي مؤسسة غير ربحية عم يكون هناك فرص عمل للسيدات في المجتمع الأردني وتمكنهم داخل المجتوى سواء من داخل منازلهم أو من خلال مراكز الانتاجية من خلال تأمينهم بجميع المواد الخام والمستنزمات اللي بتساعدهم على الانتاج وتتمثل مشاريع مؤسسة نهر الأردن أيضا على العديد من المشاريع الريادية الاجتماعية واللي هي مشروع مطبخ الكرمة مشروع الحرف اليدوية ومشروع شراكة مع آيكيا سويد ومطعم دائما بالإضافة لوجود ثلاث مراكز انتاجية للعمل على مشروع الحرف اليدوية ومما أنه إحنا هيك مقبلين على شهر رمضان اليوم حابين نحكي عن إنجازات سيدات الأردنيات في مؤسسة نهر الأردن من خلال إنتاج وتصنيع المنتجات الخاصة بشهر رمضان وطرحها أيضا في السوق من خلال المعرض المتواجد في دوار الخامس ومن خلال موقع الإلكتروني وجميع قنوات البيع المختلفة اللي بتوفرها المؤسسة وبالبداية مشاهدينا خلينا نشوف هذا التقرير حول خطوط الإنتاج اللي بيصنعوا فيها سيدات المنتجات المختلفة من خلال زيارة مركز الكرمة الإنتاجي ورجعين نكمل لقائنا حول مؤسسة نهر الأردن نتابع أنا مدربة أشغال مهنية بالمؤسسة تطريز وأشغال هاند ميد وبنفس الوقت بوزع شغلة المطرزات وبدربهم على الأشغال المهنية إحنا عم ننتج أكثر من حرفية يدوية إحنا عنا بالمجالنا في أشغال الأش والموز في الريان وإحنا عنا هنا في أشغال تطريز فلسطيني بنشتغله وذي تحاشي أكثر من مهنة إحنا مندربها للسيدات ومنقيم على رفع كفائتهم بالمؤسسة ومنعطيهم الشغل على بيوتهم وهم بسلمونية وإحنا بتم التشييك عليه وإنتاجه للمشغل تبعنا إحنا مطور شغلنا دائما عندنا تصميم جديدة يعني دائما عندنا كل كشين جديد لكل سنة كل سنة عندنا معارض في كل أنحاء العالم فيه عندنا أكثر من معارض بتم إنتاج فيها دائما تصميم جديدة يعني دائما إحنا متطورين ومبدعين في كل العمل بشتغل حرفة الديكوباج على الخشب على المنتجات كثير عملنا كثير تصميم تخص الديكوباج زي الألات الموسيقية السمسمية والعود أشياء الطاولات الطبالي استندات منركب عليها نحاس منأخذ المؤواد الأولية من الموريدين أردنيين زي الخشب والنحاس منركب عليهم حرفة الديكوباج ونطلع بهذه التصميم إن شاء الله بطمح أنه أصير أفتح أنا إلي خاص البزنس هذا الخاص فيي بهذه الشغلة لأنه كثير حلوة وإلها مجالات كثيرة غير أنه مثلا الطاولة إلها مجالات تتوسع بأشياء كثيرة أنا بشتغل حسب تصميمي اللي بجيني ومواصفاته في عنا شلات الكتف وعنا كمان مخدات وحسب كل إشي وحسب مواصفاته كل تصميم حسب مواصفاته نشتغله فيه تصميم نركب عليهم شرشيب فيه تصميم نركب عليهم إكسسوارات فيه تصميم بدهم بريم طبعا حسب التصميم اللي بيجينا نحكي عن المخدات بيجينا ونحط عليهم بريم وبنركب عليهم الإكسسوارات إذا كان فيه إكسسوارات على المخدة أو شرشيب وبعدين بنحط عليهم البطايا ونوديهم على الحبكة عشان يتنظف الخوائط وبنقلبهم وهيك بصير التصميم جاهز للعرض بنحاول نواكب العصر والمكان والمناسبة المعمول إلى هذا التصميم أحب أطور من نفسي حتى أقدر أني أفتح مشروعي الخاص وأوظف سيدات من المجتمع وأدربهم على الحرف اللي أنا تعلمتها وأطور لهم من شخصيتهم زي ما أنا تطورت إذن مشاهدينا بعد ما شفنا هالتقرير مع زميلتنا زين الخطيب أكيد بنتشرف باستضافة السيد محمد حسام عبدالعزيز مدير عمليات الحرف اليدوية في مؤسسة نهر الأردن وأيضا سيدي هناء ناصر منصور مشرفة خطوط الإنتاج في مؤسسة نهر الأردن أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا صباح الورد أهلا فيك سيد محمد أهلا فيك ست سنة إحنا ساعدين بلقاءنا فيكم اليوم وساعدين بينكم شرفتونا وزينتونا الاستيديو بهالحرف الرائع عن جد والمناظر الوراء أروع وزي ما حكيت وخصوصا أنه إحنا مقبلين على شهر رمضان يمكن هاي الأشياء السيدات بتلفتهم وهيك بتملي البيت زي ما بقوله سيد محمد إذا بدي أبلش حديثي معك يعني زي ما شفنا بالتقرير خطوط إنتاج مختلفة خلينا نحكي في مؤسسة نهر الأردن وعن بتوفره فرص عمل للعديد من السيدات إذا نتحدث أكتر عن مشروع الحرف اليدوية والمراكز الإنتاجية في مؤسسة نهر الأردن تفضل مشروع الحرف اليدوية في مؤسسة نهر الأردن هو أحد المشاريع الريادية الاجتماعية التي تأمنها مؤسسة نهر الأردن في هذا المشروع عندنا أربع مراكز إنتاجيات مركز الإنتاج الأول هو مركز تصميم نهر الأردن الموجود في عمان مركز البني حميدة الواقع في منطقة مكاور في مادبة اللي بيتخصص في إنتاج منتجات مصنعة من الصوف الخام مركز إنتاج وادي الريان في الأغوار الشمالية اللي بيصنع منتجات من ورق الموز المجفف والحلفة ومركز إنتاجنا الرابع في عمان اللي هو المركز اللي بيمثل الشراكة بين مؤسسة نهر الأردن وآيكيا السويد اللي بيتم من خلاله تصنيع منتجات مطرزة وتصديرها لكل دول العالم صراحة المنتجات اللي موجودة عنا عكس الصورة وزيادة زي ما بقولوا ست سنة إذا بدي أنتقل للحديث معك يعني في كتير سيدات من المجتمع المحلي عم بيشتغلوا معكم بالمراكز الإنتاجية وأيضاً فيه سيدات عم بيشتغلوا من منازلهم من خلال ما يسمى بالتوظيف المرن بحب أعرف منك أكتر كيف بيتم اختيار هدول السيدات وإذا بالفعل فيه سيدات حابين يكون لهم فرصة عمل بهذا المجال معكم بالمراكز الإنتاجية كيف بيقدروا ينضموا لكم؟ أنا سنة منصور المسؤولة عن المركز الإنتاجي اللي بعمان أهلا وسهلا بك إحنا بننفذ بالمركز بنركز على الحرفة التطريز نعم هلا من خلال البرنامج أول شيء بدي أقدم تحية وشكر لكل المستفيدات اللي بيشتغلوا معنا داخل السنتر وببيوتهم يعني هم العدد الأكبر من التطاقة الإنتاجية هم الأساس كيف بتم الاختيار الموضوع من شقين في مستفيدات بدوموا معنا بشكل يومي براتب شهري يوميا بس تقبل باحثات عن العمل أو إذا زي ما أنت شايفة كيف منتجاتنا الحمد لله نشوفها صورة شي رائعة وفي إقبال كبير وفي أوردرات وبزيد الطاقة الإنتاجية فهذا الشيء بتطلب مننا أنه نزيد الطاقة الإنتاجية داخل السنتر بس تقبل باحثات عن العمل أو إحنا بنبحث عنهم عن طريق الإعلام أو أي مستفيدة عنا بتجيب حدا بتعرفه بتخضع لتدريب وتم الاتفاق بعقد شهري وراتب شهري بالنسبة للستات البيوت برضو نفس الشيء الحمد لله أنه لسه عم بيحافظة حرفة التطريز ويمارسوها وبعلموها لبناتهم يعني اللافت نظر السنة هاي أنه حتى الطالبات الجامعات الستات عم بيعلموا هاي الحرف لبناتهم عم بشيلوا عبق مصروفهم عن إمهاتهم عم بتسجلوا عنا كمستفيدات يعني مش بس الستات البيوت الأمهات كمان الطالبات برضو نفس الشيء عن طريق الإعلان أو عن طريق مستفيدات إما بيكونوا يمارسوا الحرفة أو إحنا بنعلمهم بيقضعوا أيضا لتدريب بيعملوا عينة بتابعوا العينة مع مشرفة التطريز وبتم الاتفاق على كميات الإنتاج وتواريخ التسليم براتب أيضا شهري بيقضعوا لأجور شهرية حسب طاقتهم الإنتاج مهمة كتير والحلو بتعرفي شو ست سنة بالتطريز يعني مستحيل تدخل أي بيت إلا متلاقي فيه إشي قطعة فيه عليها تطريز يعني لازم يكون هذا موجود بالبيوت وما بيروح يعني ما بغيب كل بالعكس كل ما بتطور الزمان بنصير نستغله بأشياء هيك حديثة أكتر مستمر كثير هذا أهم إشي سيد محمد بانتقالي للحديث معك وإحنا شايفين هلأ أطلقته مجموعة رمضان رمضان ورائعة جدا صراحة الأشياء اللي هم بشوفها بتجنني يعني حطيت عيني على كم من أطعر أخذهم كيف بتم تصميم هذول القطاع وبتعاون مع السيدات هل أنتو تبعتون لهم مثلا تصميم ولا كل الأفكار من السيدات هم بس هم بصمموا وهم بنتجوا حدثنا أكتر عن هذا الموضوع طبعا أنا أكيد احنا في عنا أكتر من خط انتاجي في الحرف اليدوية الخط الانتاجي الأول اللي نسميه خط المواسم الانتاجية عنا أربع مواسم انتاجيات بالسنة الموسم الصيفي والموسم الشتوي موسم كريسماس والعطلات وموسم رمضان منبلش قبل بوقت حسب خطة انتاجية واضحة منبلش قبل بوقت نطرح التصميم في عنا فريق تصميم يعني ما شاء الله مبدع بيطلع بهاي الأفكار بيتم تنفيذ هاي الأفكار على شكل عينات نعم وبيتم نقاش هاي العينات في اجتماعات دورية عشان نقرر ايش العينات اللي حاسين انها رح تطلع على شكل منتج جاهز مرغوب من قبل المستهلك بناء عليها منحدد كميات انتاجية لهاي المنتجات ومنطرحها على خطوط الانتاج منشتري المواد الخام والاكسسورات اللازمة للانتاج ومنوزعها على الحرفيات عشان يبنشوا بالعملية الانتاجية أنا شايف الشنطة ما أخذ حصة كبيرة من هاي المجموعة أم لا؟ بالضبط بالضبط احنا المنتجات السنهاية في رمضان اللي هي فيه كتير منتجات خشبية ونحاسية فيه منتجات المتعلقة بشكل مباشر بالتطريز اللي هي زي المخدات والمعلقات فهذا مثلا المنتج اللي منسميه شباك رمضان وجنبه البوابط رمضان ما أحلى في عندنا هدول الستاندات اللي هم استاندات بأشكال مختلفة على انحاس فضي وعلى انحاس ذهبي في عندنا حاملة الطعام في عندنا اللي منسميها طبلية رمضان اللي هي موجودة في الأسفل فهاي كلها عبارة عن سوينا مثلا مجزة أصغيرة في رمضان سميناها لعبة الشدة سوينا كل إشي متعلقة بلعبة الشدة من مخدات لدفاتر لشرشف طاولة يعني كل هاي التفاصيل سويناها وهم إشي حاملة القطايف هاي مهمة كتير هاي أهم واحدة هاي أهم واحدة سيد سنة لفت انتباهي لما بلجت الحديث معك وسألتك عن السيدات اللي بيشتغلوا معكم بالخطوط والمركز الانتاجية حدثتيني وقلتلي انه انتوا بتقوموا بتدريب لهم وأكيد بتخيل لكم ستة تنضم لكم بدها تكون أول شي بالبداية موجودة عندها الحرفة والموهبة قديش مندة التدريب بتكون لسيدات قبل ما يباشروا العمل معكم أهلا لما الباحثات عن العمل يجوا عندنا مش شرط يكون عندها انه بتتقن هاي المهارات أو بتعرفها نعم هي بتخضع لتدريب ممكن تتقن المهارة من أول يوم فهي بتتفاجأ بنفسها انه هي عندها القدرة انها تعمل حرف يدوية بتخضع لتدريب احنا داخل المركز عنا اكتر من عشر مهارات هي لو اتدربت على أربع مهارات وتم التوظيف من خلال عملها بتتعلم مهارات جديدة وبتزيد طاقتها الانتاجية نعم سيد محمد إذا بنتحدث عن مراحل الانتاج كيف بيتم بالإشراف عليها وشو دوركم بتوفير المواد الأولية من وين بجيبوا المواد الأولية لسيدات طبعا أكيد احنا في جميع مراكز الانتاجية موجود مشرفات العمليات الانتاجية وموجود برضو مشرفات فنيات بتابع تفاصيل الفنية والتقنية المتعلقة بالحرف بالإضافة لوجود برضو مساعدات لهدول المشرفات المسؤولات عن توزيع الكميات الانتاجية على جميع الحرفيات من حيث الاستلام والتسليم للمواد الشبه جاهزة والمواد الجاهزة فيما يتعلق بالمواد الخام والإكسسورات تقع على عاتق المؤسسة المسؤولية تأمين جميع المواد الخام والإكسسورات وأي أدوات مساندة للإنتاج مثل إبر التطريز مقصات التشطيب جميع هذه التفاصيل الصغيرة نحن نأمنها للحرفيات المطلوب من الحرفية فقط التي تبدع بإنتاجها وتسوي كميات تساعدها في أن يدردخ الشهري لإلها وبنفس الوقت تقع على المؤسسة مسؤولية أن نروج لهاية المنتجات في معارضنا في الدوار الخامس وفي جميع قنوات البيع المتوفرة لإلنا نحن نشارك في معارض كثير تحديدا في مطقة الخليج بشكل سنوي برضو فهذا شغل دائما من نفذه بمساعدة الفرق الموجودين عندنا في فريق المبيعات نعم نعم سيد سناء يعني اللي بيطلع على الإطع تعرفوا جملة اللي بقول هذا مصنوع بحب عالجة بتحسي كل إطع مصنوعة بحرفية عالية بتخيل السيدات اللي بيقوموا بهذه القطع في عندهم موهبة وأكيد في عندهم هذا الرواء والحس الفني لأنه تطلع معهم هيك قطعة يدوية حثينا أكثر عن السيدات العاملات معكم بخطوط الإنتاج ورضاهم عن الأشياء اللي اللي هم بنتجوها وأيضا أنتوا بتقوموا بيترويج لإلها نعم زي ما حكيتي أنه كل القطع مشغولة بحب وإتقان وشغف هذا بيدل على أنه الصبايا عم بيحبوا الشغل وبيستمتعوا بإنتاجه نعم وعم بيبلغوا صاحباتهم وعم بزيد الطاقات الإنتاجية عنا بزيادة المستفيدات والقطع الإنتاجية طيب سيسنا إذا نتحدث أكثر عن البرامج الريادية تابعة لمؤسسة نهر الأردن شو هي؟ هلأ فيه أربع برامج ريادية داخل المؤسسة أول برنامج اللي هو مشروع تصميم نهر الأردن اللي هي المراكز الحرفية نعم فيه مطعم دائمة بعبدون وفيه مطبخ الكرمة اللي بيعمل على إنتاج المأكلات الشعبية والكعكو المعمول نعم وفيه مشروع الشراكة بين المؤسسة بين المؤسسة وآيكيا اللي بنتج فيها مخدات برضو فيها تطريز لمستفيدات بالمنزل وبتم شحن هاي المنتجات لجميع دول العالم ومكتوب عليها صنعة في الأردن أو ميد إن جوردن ما أحلى حلو كتير حلو كتير سيد محمد يعني بحب أنت ذكرت لي وين أماكن ومراكز البيع بس ما نحب نرجع نذكر مرة تانية بأماكن ومراكز البيع وخصوصا أنه كل حدا اليوم ما بحضرنا على تلفزيون إلا ما تلفطه طعم الأشياء الموجودة وعلى طول يروح يتفجأ يشتريها مراكز البيع وموجودة موقعنا الرئيسي اللي هو معرض تصاميم نهر الأردن اللي موجود في الدوار الخامس مقابل مبنى الملكية نعم في عنا إي كوميرس بلاتفورم عنا موقع إلكتروني للبيع برضو في عنا شراكات مع معارض في الأردن بيتم معرض منتجاتنا في معارضهم عشان يكون في يعني تواجد منتجاتنا دائما في هاي المعارض بالإضافة طبعا لمشاركتنا في معارض دولية تحديدا في دول الخليج منشارك بشكل سنوي في معارض ويكون في إقبال على المنتجات يعني منقطع النظير نعم بشكل كبير كتير مهم كتير عن جد يعني إحنا سعدنا كتير بوجودكم معنا اليوم عن جد نتشكركم وجهودكم مباركة ورائعة ونتمنى هاي المنتجات يعني الأشخاص اللي عم بيشفونا على طول يتوجهوا لمراكز البيع وياخدوا إلا ما تلفطهم إطعام منها زي حكيت ست سنة شكرا لوجودك معنا يعطيك ألف عافية سيد محمد شكرا كتير أنه كنتم معنا يعطيكم ألف عافية شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم